لم يكتفي العراق من لعنة التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي بل إن الرأي العام العراقي يضج بالصخط الشعبي إثر ضربة اقتصادية جديدة تمثلت بعاصفة أسعار صرف الدولار برنامج الأغذية الأممي وبحسب تحليل خاص كشف رقما كبيرا لعراقيين يعانون من مستويات غير كافية للغذاء بلغ نحو مليونين ومائة ألف شخص بينما بلغ عدد من يتأقلمون معيشيا ويركزون على الغذاء وحده متخلين عن متطلبات الأمور الحياتية الأخرى بلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين عراقي البرنامج حذر الحكومة من تفاقم أرقام العراقيين في صفوف معاناة الغذاء داعيا لإيجاد حلول عملية سيما مع ارتفاع الأسعار محذرا من تفاقمها كما نوه البرنامج إلى وجود حقيقة مؤلمة تتمثل بالأعداد الهائلة العاملة في القطاع العام والتي زادت بدورها المصاريف التشغيلية وقللت الميزانية المتوفرة للمشاريع التنموية والاستثمارية تترافق كل تلك المشكلات التي تواجه حكومة السوداني مع صفة أسعار الدولار التي أدخلت السوق العراقية إلى مستويات قلقة جدا بعد أن ضربت بدورها ظروف المواطن العراقي مشكلة لم تحل جذريا بعد أن تبعثرت أوراقها بينما يرى أنها قرارات أمريكية لإيقاف نزف التهريب إلى إيران ومن يرى أنه إخفاق حكومي إلى جنب إخفاقات عدم علاج قضايا اقتصادية ضمن وعود الحكومة التي أطلقتها في منهاجها أما الرأي الآخر فيتفق ضمنيا مع صعوبات لن تستطيع الحكومة حل أزمة الدولار والأسعار والفقر إلا بحلها صعوبات تواجه العراق منذ عشرين عاما تتمثل بحسب أصحاب الرأي السياسي بهيمنة النفوذ الحزبي وتقاسم كعكة الموارد والخزينة واستقوائها على أي حكومة تتشكل من رحم تلك المعادلة المحاصصية أو كما يؤكد محللون اشتركوا في القناة